السلام عليكم حبيبي كل سنة وانتو طيبين وبالف خير وينعاد عليكم كده الرمضان بالخير والبركات يا رب كده لا فقدين ولا ما فقدين زي ما بنقوعة العطول ان شاء الله ان شاء الله كده السنة اللي جاي ورمضان اللي جاي يكون ربنا قرمنا بقى وخلصنا من كورونا ومن اللي ممكن هي ورا كورونا الله اعلم وربنا يسطر يا رب بعد كيفيد 25 دي ربنا يسطر ربنا يا رب يحفظ اهل فلسطين ويعني ينزل السكينة على قلب الهالي الناس اللي توفت هناك نقدرش نقول غير كده ربنا يا رب ينصرهم ويحفظهم ويحفظ اولادهم النهاردة الفيديو بتاعنا مشتريت بتعملوا ده انا اسفل متأخرة فيه مفروكوا تنزلوا قبل الفيديو بتاع شوشونا ان الحاجات دي انا كنت جايبها قبل شوشو قبل ما اجيب الحاجة من عن شامع بس قلت لا لازم انزل الفيديو شوشو الاول اه الحاجات دي انا جايبها من مكانين ثلاثة اطلقوا الكلام ده كله فقالوا الفيديو ان شاء الله مش حابة بس ان انا اطول وسانت طيبين يولا ان في الفيديو وعالشين انا بخسل الحاجة بتاعت لولو قبل ما بقى يسهلها لانا كده جده قردي عارفة مقاسها فعارفة ان انا جايب الحاجة مظبوط فبخسل على طول عشان حتى اي تربقة في الشارع ده الكلام ده من قبل كورونا كمان وده المفروض يتعامل فاي لبس مش لبس الاطفال عموما بس يعني فالمهم الثلاث قطع دول انا جايباهم من وان تو تويلف اه انا كويس ان انا كنت محتفظة بالكيس لان البجامة دي كان فيها مشكلة عقبال ما تبدلت تاني فهي الوحيدة اللي ما تغسلتش فكويس ان البجامة تحقها موجود ده اللي هو وانتو تويلف معروف جدا جدا وهتلقوا معظم البجامات بتاعتو لو انتو من خارج القاهرة على جومية موجودة تقدروا تطلبوها ان لاين ما فيش اي مشكلة الاسعار بتاعتهم عاملين سيل على معظم البجامات 85 تحفة بدل طلعهم تعرفين اسعارهم اساسا البجامة بتوصل 175 و160 جنيه فدي برضو قلت اقول لكم علشان لو مش قادرين انتو تنزلوا او تعرفوا الاماكن اللي بيبيعوا فانتو تقدروا تجيبوها من على جومية موجودة واسعارها حلوة جدا المهم دول الثلاث قطع اللي جبتوهم من هناك او من البيتش دي بصو دي بجامة كده عاملة زي عارفين انتو البجامات اللي هي بيبقى تونك وتحتي برموضة هي طويلة سيكة على لولو يعني حاجة ببسيطة يعني مش كتير قوي بس وواسع سنة بس هي عجبتني علشان في البيت حاجة كده مراحرحة وحلوة مش ديقة ومسكة على الجسم وده البنطلون بتاعها ده البنطلون بتاعها بجامة دي كانت عاملة 85 جنيه خلاص في بجامتين تقريبا مش فاكر اسعارهم بس اقول لكم مرضو نجايبهم منين فدي كانت عاملة 85 جنيه ودي هتعود لها للسنة الجاي عشان تقوى عارفيني ودي احلى حاجة عجبتني بقى دي رفش كل السنة هنزل الف واشتري او ممكن ان انزل اجيب مسلا قم قطعة وكده بس ما لفش يعني كمان عجبتني البجامات دي قوي طبعا هي علشان هتلاقوها فيها كشمت كشكيشة سيكة بس كده علشان ايه كانت مخصولة خاص ده دي تاني بجامة ده شكلها ده البنطلون بتاع بجامة دي كانت عاملة 75 جنيه تمام برضو قطن مية في المية كل الخمات قطن مية في المية مستحيل اجيب لها اي حاجة فيها بلاستر او بلستر لان اساسا بنتي بتتحسس من حر من اقل حاجة فالبجامة دي كانت عاملة برضو 75 جنيه وجبت اختها لانه عجبني بصراحة الستايل بتاعها بس البجامات دي النوع ده عمل شبه الليجن شوية اللي هي البجامة اواخده الشيب بتاع الجسم واخده شكل الجسم ما بتبقاش واسعة ومش دقيقة هي واخده شكل الجسم يعني على قد ما انتي عايزة بتلبس براحتك مفيش مشكلة يعني انتي ممكن تجيبي مقاس صغير هيلبس برضو مفيش مشكلة بس دائما نحاول تجيبي مقاس اكبر سنة يعني مثلا لو سنتين هتي تلات سنة خلاص فهدي التانية انا بس مش عايزة الفيديو يكون طويل فعشان كده بتكلم بسرعة عايزة اقول لكم هي الالوان اغمق شوية من اللي انتو شايفينه الوان اغمق سيكة من اللي انتو شايفينه دي تان وده البنطلون بتاعها برضو هو البنطلون بتنجني انا مش عارف هي الالوان جاي لكم غامق يعني اه برضو مش قوي هي عموما ده اورنج في اللون اللي هو المنافسي جال غامق زي ما انتو شايفين كده اسا انا بحاول افتح لكم بس عشان اضاءة تبقى كويس خلاص بدي برضو عاملة خمسة وسبعين جينية ودي كده الحاجات اللي جدتها من وان تو تويلف تعالوا بقى نشوف المحلة روحته كده جنبي في العشرين جبت من عنده معظم الحاجة اسمه اه بيبي ستوري بيبي او ستور لا يا ربك استنوا اه بيبي ستور او بيبي ستوري حاجة زي كده يا ستوري يا ستور حاجة زي كده يعني مهم ده اول ما دخلت اللفت نظري البجامة دين عندي يقوله بتحب القطط جدا فلفتت نظري اكتشفت ان هما لازم الباكتج فيه قطعتين لازم تاخذي القطعتين مع بعض ايا كان بقى يعني ما ينفعش مثلا تفتح الباكتج وتبديلي منه قطعة تحطيها في باكتج تانية لأ هما اللي اتنين مع بعض يا لأ يعني وطبع عندهم بجامات ف اولا هاركم دلوقتي فدي الاتنين دول كانوا مع بعض في باكتش واحد هي دي مش عجباني قوي بس بصراحة القطن بتاعها فضيع قطن نصافي مية في المية سواء دي او دي فقلت مش مشكلة كده كده حاجة بيت يعني وما يجرىش حاجة يعني مش يجرى حاجة فده شكلها هي البرموضة اساسا انتوا عارفين انا بنتي ازعى حابتين فهايبعين عليها ان هي شبه البرموضة شوية وده البنطلون بتاعها طبعا قطن مية في المية ما كنت تقولين حاجة من كشكشة شوية بس عشان انا نخصولها قطن صافي مية في المية في المية المية بتاعتهم حلوة جدا 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 خلاص دي اللي هي القطع الاولى القطعتين دول كانوا عامنين مع بعض مية وخمسين جنيه يعني تقريبا الواحدة عاملة ااا خمسة وسبعين جنيه هم المفروض بميتين جنيه وكان عليهم خاص من خمسة وعشرين جنيه يعني المفروض القطعتين بميتين اللي بجمل واحدة بمية فالاتنين مع بعض عاملنا عليهم خاص من خمسة وعشرين جنيه يعني الاتنين بمية خمسة اا بكم الاتنين مية وخمسين جنيه اا يعني الواحدة خلاص دي اول واحدة. ودي التانية. اخدر بقى كرمبي كده ما اقولكوش يعني. ندمت هنا ده مع عمري ان جبتهم. ليه? شايفين ده? جليتر. وشايفين ده? جليتر. لبستهم من هنا وشعرها ووشها وقديها والركنق كله. كله بقى جليتر. هي لبسة البجامة دي. ده البنطلون بتاعها. جليتر برضه. فدي انا مخدتش بالي من القصة دي. مخدتش بالي من القصة دي. وللاسف لو كنت خدت بالي مكنش جبتهم. لان الجليتر ده بياخد وقت طويل غسله واثنين و تلاتة و اربعة قبل ما بيطلع من هدوم. فلو حد لي عنده حل. آآ عنده حل يقول. علشان انا ما عنديش استعاد كلي شوية طلع لباكنسة في صراحة. خلاص دي كانت البجامة التانية. دي عاملة زي مش نص قم. يعني مش نص قم. دي نص قم. البجامة دي نص قم. التانية زي التلتيك كده. او رايبة من الكاش شوي. خلاص فدي البجامة التانية. عندهم بقى لقيت في بجامة تانية. هم بيقولوا عليها ان هي بجامة خروب. بس هي بجامة عادية جدا يعني. برضو القماش بتاعها قط من مية في المية. وبرموضة. معظم البجامات برموضة. عجبني اقول بانطلون هو انا بحب البنطلونات دي. اللي هي بقى وفولة من تحت. جميلة جدا جدا. ولونها عجبني اقول. انا بحب الالوان الهادية دي وبنتي بتليق او في الحاجات اللي كده. البنكاتب بانواعها يعني. المهم. البجامة دي برضو كانت عاملة 75 جنيه. دي برضو معظم الحاجات اللي جبتها 75 يعني. في هذا الرنج ده. فبالنسبة لي الاسعار اللي جبتها السنة دي احسن من اللي جبتها السنة مرة. فدي برضو كانت عاملة 75 جنيه. خلاصني مكتب عليها فلامينجو. بجامة دي اناس كتيرة اوة في عمالة تشتري منها. فانا مش عارفة امصه قطط كله قطط. كله قطط. البنطلون بتاعها عامل زي الجنس بس عارفين انتو الجنس اللي هو الخفيف اوي اوي اوي. ثانية واحدة بس كنت انا بفروضه عشان تشوفوه. ده شكلها. هو المفروض نوع كحلي بس انا مش عارفة وطلع لكم جريه ليه هو كحلي غامق. انا مش عارفة وطلع جريه ليه بس ما علينا يعني. البجامة دي كانت عاملة 80 جنيه. خلاص. كل البجامات دي طبعا للبيت. طبعا ده ممكن تستعملي خروج لو حبها ما فيش اي مشكلة يعني. بصوا انا ما بيهمنيش الشكل في البجامات وعموما قد ما بيهمني ان الحاجة تكون قط مصافي ما يكونش فيها داخل لها اي حاجة تانية. فدي اكتر حاجة خلتني جبت انا مغمضة بصراحة. اخر حاجة بقى لعباية الكاتكوتا دي. اسف دي طبعا صغيرة على شوية. المفروض عباية عباية عادية جدا. يعني دي جبتها من محل اه جنب هنا في السوق. والله اكت عاملة 45 جنيه. تخيلوا بقى. وقطم الصافي جميلة جدا جدا. يعني ديكو انت تخيلوا. 75 جنيه دي لو في محل اه من المحلات المشهورة مثلا انا هتلاقوهم عدية. جميلة جدا جدا. عاملة 45 جنيه. ومش بتاعات هيطارية جدا. هيطارة قصيرة ومش صغيرة. طارت قصيرة شوية. بس ايش تشغالي كده كده في البيت يعني. خلاص. ده كان الفيديو بتاعه النهاردة. قلت لكم على الحاجات جبتها منين بالاسعار. الناس اللي مش عارفة تجيب من موجودة على جميع. واعتقد موجودة على سقدتكم. والافضل تطلبوا انتم كده كده مقاسات الاطفال. لو انت مثلا بيبي سنتين هتجيبي مقاس ثلاثة. لو سنة هتجيبي مقاس سنتين. لانه في حاجات مقاس سنتين بيلبس مقاس سنة. يعني ما يغرقوش ان انت مثلا نير بيبي عنده سنة فانت هتجيبي حاجة سنة تلبسه. لا في حاجات مقاس واحد بيلبسه مقاس اتنين. فاخدوا بالكم النقطة دي وانتو بتطلبوا اونلاين. هاتوا الحاجة اكبر سنة. ما تجيبوش الحاجة نفس نفس العمر بالزبط. يعني انا حاجة لولو سنتين معظم الحاجة تلات سنين واربع سنين. وحتى الحاجات اللي اخدتها من شوشو كان معظمها اربع سنين. خلاص. فده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون اعجابكم. شوفكم بعد الالف خير. سلام عليكم.